اشتركوا في القناة بيعزز فرضية وجود كواكب مماثلة للأرض بمجرد درب التباني أحد العلماء قال إنه هالكوكب منه توقم للأرض إنما بمثابة ابن عمى وهو بدور حول نجم قزم أصغر بكتير من الشمس ولكن هل بيصلح هالكوكب للحياة البشرية عليه؟ العلماء عم يدرسوا هالموضوع وأبدوا حماس كبير حول اكتشافه وأضافوا إنه بمجموعة الكواكب الـ 116 يمكن يكون فيه كواكب مماثلة للأرض هالكوكب بعيد سنوات ضوئية كتير عنه والوصول إلو بالتكنولوجيا المعروفة حاليا مستحيل تقريبا إنما مين بيعرف إذا بالسنوات المقبلة رح بيتوصل العلماء لمراكب فضائية ممكن توصل بوقت معقول وتحمل حياة بشرية علامتنا أحد أهم علماءها العصر ستيفن هوكنز قال إنه الطريقة الوحيدة لإنقاذ البشر هو اكتشاف مكان جديد لحتى يعيشوا عليه ولكن مين قال إنه المشكلة هي بالأرض ومش بسكانها؟ ماذر أيرث بيقولونا شو عملنا نحنا؟ العالم اللي عايشين على الأرض بها الأرض برأيك؟ أنا برأيي هذا الكوكب اللي اتكتشفوه جديد إن شاء الله يا رب ما يفوت عليه كل اللي بتعطى السياسة بهالعالم وكل إنسان جاهل هذا الكوكب إذا بدون يصير كوكب مرتب يعني هذه فرصة للناس المرتبة والمثقفة واللي تعبيني من إذا بدك 30% عم بحكي عليهم فرصة أن يروحوا شو بهذا الكوكب يجي عملوا كوكب عزوؤون، موسيقى عزوؤون، فن عزوؤون، فن عزوؤون، بيئة عزوؤون، تنظيم مدني عزوؤون، طرقات عزوؤون هيدول إذا بس إذا فاتوا كل العالم وهيدول الموجودين هلأ فاتوا هيدا مش هيدا الكوكب إذا تلقوا على السماء لحيخربطوها طيب عندك سفينة نوح أنت نوح مين بتنق؟ أعطيني أسماء خلينا أسماء خلينا فنانين والبقاء يأعطينين من ما بدي سماء أسماء لأقلك لي ما بدي سماء أسماء لأنه في أكتر من ذكروا أنتي بدي سميهم وهو نوح أخذ ذكروا أنتي لا بسمح لك بأكتر لا لا في كتير في كتير يعني عصا عيد الفن معروف أنا مين بيعتبرهم فنانين وأصواتهم حلوة كلهم لكن كل واحد عنده فن وبحاول لأنه في نوح ألا أصر بحاول فن وثقافي لأنه الإنسان المثقف ما بيخوي قد ما أزي بيرجع لوعيه لأنه بيفهم كل إنسان عنده فن وثقافي طالما بدي نقع هون للسفينة بيخلط الحيوانات كلها بيخدها لأنه الحيوانات ما بتأزي نحن أقزى من الحيوانات مش الأسد ما بيأزي طعمي للأسد ما بيجي صوبك مازبوط الحي إذا ما رأيت من حدك إذا ما بتحركش فيها وبتأزيها ما بتأزيك ما في أقزى من البني إدم بيخد كل الحيوانات منهم دكروا أنتي ودكروا أنتي وحطهم على السفينة بالفن بيخد لقلت عنهم بالسياسة بالسياسة كمع بالسياسة ما بعرف ضل إيه اللي دكروا أنتي يتأخذوا من كل العالم دكروا أنتي يواحد لا ولا من لبنان من كل بيئة من كل مطر كيف يتأخذوا أنتي بيضل يلتقى يعني ما رح تفنى الدنيا منه هل قد فائد الأمل هل قد بالسياسيين هل قد قرفين بتحكوني على جد بتحكوني يعني أنا هلأ بتعرف بشو مبسوط مبسوط وعم بقول إن شاء الله ما تكون تمثلية وإن شاء الله ما تنقطيش أو تطلع بيخة أو تطلع تمثلية على الشعب أنا مبسوط كتير بالتقارب بين طيار الوطن الحر والطيار المستقبل أنا مبسوط بهذه اللقاءات هذه اللقاءات مهمة هذه ولازم يلتقى بعد معهم حزب الله ويلتقى معهم بعد حزب الاشتراكة ويلتقوا معهم القوات اللبنانية ويقعد يبلشوا يحكوا يتحاوروا مش ببريز بلبنان لازم يبلش الحوار ايه أنا فائد الأمل أكيد بدي فقد الأمل لما عم بتطلع فيهم عبليهم متخانقين بين بعضهم مش عم بيسألوا عن مصلحة 3 مليون و4 مليون 11 مليون بالبرازيل و6-7 مليون منشورين بالعالم مش سألنين عنهم نحنا بعدنا عم نحلم يجينا 500 ألف سيح على لبنان شو بدنا بال500 ألف سيح مع احترامي لقلهم نحنا من جلهم نحنا إذا بيرجعوا اللبنانية بس على لبنان عنا فائد ما قلهم بيوت عنا فائد ما لنا طاعم بتستوعبهم هاوا بكفونا إذا رجعوا ليه ما حدا عم بيشتغل عليهم هيدول يعني كلنا عم نفكر دايما بأمور غلط يريد بيصير فيه تقارب التقارب مهم هيدا طيب إذا بدي أسألك عطيني اسم واحد لملحن ما بقى موجود معنا الله يرحموا يعني انتقل لدنيا الحق عطيني اسم بعطيك أكتر لأ بدي واحد معلم فيك كتير واحد بتقومه لو عندك الإدرا استغفر الله يعني تقومه وتحطه على السفين مين بيكون أكيد أكيد عاصر رحباني محفظ الألقاء أكيد أكيد رح ننتقل إلى الموضوع الأخير بسابقة ما حدست من قبل رح بيقوم البطريارك الماروني بزيارة الأراضي المؤدسة لاستقبال البابا فرانسيس هالزيارة يلي ما سبق وقامت فيها أي سلطة رسمية لبنانية أم كنسية بحجم البطريارك الماروني لقيت احتجاجات كبيرة بلبنان واتهم الراعي بالتطبيع مع إسرائيل الراعي بحديث مع الصحافي عند عوته بمطار بيروت حسم الجدل القائم ودافع عن هالزيارة وحتى بمكان الرعا والصرف بلبنان هالبلد يلي كل شي فيه مسيس حتى الدين ما رح تمرق هالزيارة بشكل عادي ومن دون ترددات والغريب أنه اللبنانيين يلي بينادوا بفصل الدين عن السياسة هن نفسهم بيعطوا لكل شي بوعد سياسة على خطى السيد المسيح الراعي زيارته للإدس وعد أنه رح يدافع عن وجود العربي والمسيحي بشكل خاص بهالمدينة يلي بتعتبر أقدس مكان على الأرض للديانات السماوية ثلاثة أنا رأي على القدس لأول هايدي مدينتنا نحن برأيك هالزيارة صائبة أو كنت بتلاقيه أنه لازم يروح ولا مش لازم يروح خليني قللك قبل ما جاوبك على رأيي شغلة مهمة مرات فيها بالصدف أنا هلأ بعيد الفصح كنت بالعقبة طابة وعقبة على الحدود لا بالماء يعني إذا بسبح هايك شي ست سبع دايق بفطة إسرائيل أو سائبة جمعة العظيمة كنت مليك كنت عبتطلع هايك سألت قلت لهم درب الجلجلي من هون قدر بتبعود قال شون الساعة بالسيارة كمعي أصحاب أردنية وسعودية لو ما عن جد شدوا علي وأثروا علي كتير وأصروا كنت رحت كنت بس سيارة وطلع في درب الجلجلي هذا لا يعني أني أنا عميل ولا يعني أني أنا لا أحترم دولة اللبنانية والحظر اللي حطينه هذا يعني أنه في شي بداخلي حركني دينيا عم بتطلع بعيد عني درب الجلجلي المسي فيها المسيح وقبر الايامي يلي هو شي بخص ديني أنا بعيد عني نص ساعة ساعة بالسيارة انكتري مش قادر أصر له مش قادر تروح علي لماذا أوكي نرجع ل البترك إنه البترك إذا طلع على فلسطين وسبت إنه القتس للمسيحيين كمان هذه الزيارة فيها موقع ليش ما منياخد الكباية المليانية ليش ما منياخد الفاضي وماش تمع بمسؤولين إسرائيليين ولا فات بتعهيمه راح استقبل بابا الفاتيكان يلي جاي وهو كونه بترك أنتاكيا وسائر المشرك رعيته كمان إذا راح هو لهونيك تا يستقبل ضيف كبير رأس الكنيسة جاي على الهونيك تا يستقبلوا خلص زيارته حمل حاله رجال شو بده يصير ترجع إسرائيل على البنان يعني يعني أنا شايفة طيفها بالعكس يلي كبر هيدا الموضوع هو عطي أهمية هو لفط النظر لهالموضوع ومش بعيد يلفط النظر لإسرائيليين أنه يغزوا هيدا الخلاف بالعكس مع أنه في دول على فكرة خليجية جدا فاتح سفرات فاتح قائم عماء ونحن منتلاقى معهم لهالعرب ومنسلم عليهم هذا اللي بدي أقوله أنا وبيجوا لعنة أنا شخصيا أنا شخصيا بقول ما بدي أنتوا قلكن على البترك إذا راح على إسرائيل واجتمع بحدا مسؤول هونيك بإسرائيل وقعد عمل معه جلسة هون قلكن عليه طالما كيف تقامت لإيامي على البترك سفير ليش ما بيروح على سوريا ومعهن حق كان البترك بس ليش هطلع سوريا عار طب ليش هلا ما بدي راح على إسرائيل طب هالمسيحيين الموجودين مش راح أسرائيل هو راح فلسطين صح طب على القدس القدس تعني لنا الكثير تعني لنا الكثير احنا كمسيحيون وحتى كمسلمين وحتى كيهود بس ليش أنا بدي انتني أروح القدس وانحرين أني شوف هذا الرمز الديني لأيلي والموقع الديني المقدس ما بدي شوفه تحت شعار أنك أنت ممكن تصير عميل طب برأيك سامير معي خبر في شي تاني عم بيحصل كمان بهذا الموضوع بإسرائيل وعم بيتم التجهل عنه راح ندفع ثمنه بعد خمسين سنة اليوم اليهود إسرائيل عم بيسرقولنا فن العربي عم بياخدوا أغاني وكيفوها وترجموها وعم بيكتبوها بأسماء إسرائيلية وهمية كان كتابة ولا ألحان وما عم نقدر نعمل شي لأنه نحنا ما عنا علاقات معه وما منوط تتعطلون حتى دعوة ممنوع ترفعليه وتتجيبها أنتو يا بالقضاء لكن لو إن إحنا مقفولين بعد خمسين سنة إذا بيمروا الموضوع دون اعتراض أو شكوى يصبح هذا الفن لهم بيبطل لقلنا بيبطل ملكنا عم نخسر فن لقلنا اللي قال إن إحنا ممنوع نتعطى خيأي أنا ممنوع نتعطى مع يهودي بس مع إسرائيلي صهيوني بس أنا إذا الصهيوني تعد علي بدي أتشك علي وبدو أقف الدام المحكمة لأنه بنهي الفن وهو ثقافة الشعوب يعني بالحرب العالمية بعتوا الأمريكان ناس اللي خلصت لوحات لبيكاسو بإيطاليا يعني بعتوا ناس حتى ينقذوا تاريخ وسقافة وتراث العالم لأنه من بعد وفي كتير كان وقفوا ضدهم أنه أنتوا قطل على الطرقات وأنتوا همكن بالبينتينج وباللوحات وبالقطعات الموسيقية بس هي بنهي اللي بتبقى هي إنعكاس للشعوب يعني إحنا إذا راح فلنا إحنا ويم نكون صح أنا شخصيا مع زيارة البترك لمطرح ما بدو مع كل شي بقرره البترك هو سيد نفسه ببكرك هو الذي يأخذ القرار القرار عنده ما حدا نقوله مثل لما بقلوه البترك أنت ما تطعط السيسة هني ما يتعطو دين هو لما بدو يروح مين ما كان عم بيحكي في مسيحيين عم بيحكو بدي أقول لهم أنا ما تكونوا ملك أكتر من الملك هو بيعرف شأنه هو بيعرف نحن علينا مراقبة تصرفاته النهار اللي بتصرف غلط وبيروح لإسرائيل وبيحكي سياسة وبيتعطى مع سياسيين وبيستقبل رجال سياسيين يهود ساعة تألكون حقالي طالما الزلمة راح يستقبل رأس الكنيسة أنا بعتبره ما بيعمل شي غلط هو أو غيره أنا بعتبر أنه هو حر بالزيارته هو سيد نفسه ما حدا نقيله عليه كفه بقى حدا يتهجم على بكركي سامير نحن بدنا نتشكرك كتير وبدنا نتشكر وجودك حلقتنا خلصت بتأمل هيك المشاهدين اللي بيحبوا شخصك وبيحبوا فنك وأخذوا فكرة شوي عن كمان كيف يفكر سامير غير الفن وغير الأغاني وغير التلحين نحن بنتمنى لك كل التوفيء بأعمالك سهلا بدي أتشكركم كتير يا أهلا وسهلا أنا التلفزيون الفيوتشر دايما عندي معه كل سنة محطة أو محططين بحب كل الشباب بحبكم كلكم شارب الزيارة اللي معزة عندي وأنتي كمان وكل الشباب اللي عم بيتعبوا معنا وقال لي وفقكم ومارسي كتير لهالاستضافة مرسي لك مشاهدين على هون وصلنا لختم حلقتنا طويل العمر الشيك ايه الشيك ايه هلأ حابعت لك مشاهدين وصلنا لهون لختم حلقتنا للليلي من برأيك أكيد عنويننا عالسوشال ميديا عمتم رؤ قدامكم حتى نحن وياكم نتواصل حلقة جديدة من برأيك الأسبوع المقبل كنت معكم كارين سلامة تصبحوا على ألف خير ماليش عوو بالأرض تغير تعيش الحرب وبنار الحرب بترسل وابرسل خاصة طح الحياة كرمال الحر وناس تخسر كل شيء وعساك بترجع تبني برأيك مش لازم نجرسل مهما القيامة علينا تفير رأيك بعرف يمكن يتغير بسمع الليلة ايه بدو يرسل برأيك في نانت بقابر شون خطال نعمل نستقر من حيارة تغير لوبنا مضع مرات تحول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة